بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتبعين وتبعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الوري عبد المحمد عبد الله بن أبي جمر الأسدي الأندلسي المتوفى سنة 99 وستمائة من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين الحديث التاسع والثلاثين بعد المائتين حديث رحمة الله تعالى لجميع المخلوقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها هي مكتوبة عن ولدها صلح عن ولدها اكسر الدالية اللي عنده مفتوحة اكسر حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها وخد بالك شوف في لفتة كده الصحابي يقول لك إيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولش قال يقول يقول كأن كلام النبي مستمر يشمل الزمان كله مش قال وانتهى خد بالك أن الصحابة دول كانوا فقهاء في اللغة يعني ما يقول الكلمة يقصد من وراءها يعني قول النبي مستمر يشمل الزمان كله مش قال وخلاص ومات وخلاص زي ما العلم الجهلة بيقوله لا ده قال وما زال يقول لأنه ما زال هو رسول الله صلى الله إحنا الوقت يسمعنا في آخر سورة يونس النهاردة لسه الوقت يقول إيه بيقول بني إسرائيل بيقول له لسدنا موسى إيه ربنا نجنا برحمتك من القوم الكافرين نجنا برحمتك الباقي دي باقي الوسط والرحمة اللي هو النبي يبقى بيتوسلوا بالنبي ولا ما توسلوش في نص القرآن ونجنا برحمتك صلى الله عليه وسلم من القوم الكافرين يبقى توسلوا بالنبي في عصر سيدنا موسى والقرآن أقرهم ما قالش إنه كنتوا كده إيه مشركين أبدا ده بيقولوا كده ودي الطائفة المؤمنة وبيتقول كده لسيدنا موسى وللعزم لو عارف إن الكلام ده فيه غلط كان صلح قال إيه سيدنا سليمان في سورة النمر قال ربي أوزعني أن أشكرني عمتك الذاتي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحي ده سيدنا سليمان وأدخلني برحمتك باقي الوسط يبقى التوسط بالنبي في القرآن اللي مش في القرآن يقول لك يبقى أنتم بتقرؤوا القرآن لا يجوز ترقيكم بقى ده أنتم مش فاهمين ده أنتم جهاز تسجيل حرموا لازدة في الفهم ده الجهاز تسجيل يابن ممكن يقرأ ما يغلطش لكن أين الفهم وأين نور الفهم ما عندهمش في سورة البقرة اليهود كانوا لما جم قعدوا في المدينة يسرب إيه اللي جاب اليهود وقعدهم في يسرب إيه اللي عرفهم بيسرب لأن في التوراة عندهم عارفين أن يسرب دي موضع مهجر النبي الخاتم فأجدادهم العلماء من مئة سنة ومئة سنة قبل مبعث النبي قالوا لهم روحوا يسكنوا في الحتة دي واستوطنوا عشان أما يجي النبي الخاتم تؤمنوا بيه ده مهجره فده سبب أن اليهود سكنوا المدينة لأن أصلا دي مش موطنهم والمدينة لا تسكن أصلا لأنها كانت قبل النبي وباء كلها أمراض تصيب الناس بحمى يسرب ويموتوا حتى سموها يسرب ليه؟ من التسريب يعني اللي يعيش فيها يلوم يلوم نفسه أنا إيه اللي جابني البلد اللي كلها أمراض دي فجاي من التسريب وربنا ما سمهاش يسرب في القرآن إلا على لسان المنافقين بس فهي عند المنافق يسرب وعند المؤمن طيبة فهمت بقى؟ اليهود كانوا بيعملوا لما يتخنقوا مع العرب ويحربوهم يقولوا إيه؟ اللهم منصرنا بالنبي الخاتم يبقى دي كلها أدل التوسل هو داخل القرآن داخل القرآن اللي بينكره التوسل وفي سورة المائدة يا إيه الذين أمانوا اتقوا الله وابتغوا إلي الوسيلة يبقى كل ده موجودة علشان بيجي يقولك إيه؟ التوسل شرك الله يعني القرآن بيدلنا على الشرك بقى ده يبقى مش فاهمين لدرجة مش عايز يقولنا حاسبونا الله ورسوله يعني يبدل في القرآن يقولك حاسبونا الله ورسوله تقولها لا يمن نبي كم نعايش فأثبت للنبي قوة ذاتية وسلب عنه هذه القوة بالوفاة ومن يثبت قوة ذاتية لغير الله أشرك قوة النبي وفضل النبي من الله ليست من ذات النبي لأن كل من الله ولو أنهم ردوا ما أتهم الله ورسوله وقالوا حاسبونا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله وهو يقولك سيؤتين الله من فضله بس مقولشوا رسوله الله ده بيبدلوا كلام الله دول يهود بقى دول يهود الأمة بقى دول مجرمين دول أصلهم يهود بني قيلقاع اللي النبي طردهم من المدينة قبل ما يطرد بني النظير كانوا ليهم سوق في المدينة سوق بني قيلقاع فآساء المعاملة المسلمين فالنبي أجلاهم واخد بالك إزاي كمثل الذين من قبلهم قبلهم لما بني قيلقاع نزل في سورة الحشر سورة الحشر بني النظير فبيقولك مثل الذين من قبلهم في الإجلاء لما إيه بني قيلقاع يهود بني قيلقاع لما النبي أجلاهم صلى الله عليه وسلم مشوا على نجد عاشوا هناك في نجد كويس حيث ظهر المذهب الوهاد لما انتشر الإسلام في فتح مكة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر حتى لا يتم إجلاؤهم مرة أخرى وفضل الكفر باطن فيهم ويتوالدوه ويتوارسوه لحد ما طلع محمد بن عبد وهم منهم يبقى أصل ما ذهبهم إيه يهود بني قيلقاع شفت الخطورة اليهود من زيمتهم إيه في الدين يبدلوا الكلم عن موضعهم فجعلوا الآيات اللي نزلة في الكفار جعلوها في عصات المؤمنين قادي أول تبديل فهمت فغيروا وبعدين يجي لك برضو ولو أنهم ردوا معتهم الله ورسوله قالوا حسبونا الله سيبتين الله من فضله ورسوله يقول لك لأ أنت في القرآن تلاوة تقول من فضله ورسوله لكن لما تستعملها في الدعاة تقول من فضله بس تقولش ورسوله يقولوا كده والله يفيدرسوا سمعتم ولا أنا الواحد يبسمح دي مسجلة يا ابني عليهم يبقى يبدلوا كلمة عن مواضعي يحرفوا الآيات والأحكام يجسموا الله اليهود بيجسموا ربنا واليهود متصورين إن ربنا في السماء وقاعد على العرش كده وبيبص الخلق ويوم السبت يريح شوية من القاعدة نش دا اعتقاد اليهود كده اعتقادهم من ربنا في السماء شوفت بقى يأذوا الأنبية طول عمر اليهود يأذوا الأنبية هم يقول لك أبو النبي وامو في النار مش دا إذاء للنبي؟ والنبي يقول لها تأذوني في نسبي يأذوا النبي في نسبي فقامت بقى أنه هو مذهبهم يهودي؟ عشان إحنا ما بنفتريش عليهم دو اليهود الأمة أظهروا الإلمان والإسلام ثم أفسدوا داخل الإسلام بهذا القناع الكازم فإياكم نكو تنخدعوا فيهم وإحنا وظيفتنا نعريهم نشيل القناع دا عشان تعرف عدوك اللي هو عايش معاك ونايم جنبك وبيصلي جنبك وبيخطب لك الجمع شفت هذا دي إيه؟ ده يعتلوا المنابر يا أخي فجر ما فيه بعده فجر يبقوا فيهم كل العبر دي ويعتلوا المنابر ويعملوا مدارس تحفيز قرآن عشان يعلموا العيالي القرآن في اللي حافظوهم ويفسدوا عقيداتهم مهم بيحافظوهم شفت الإجرام يدخل ولدهم الأزهر بعقيداتهم الفسدة عشان يقول لهم ما تاخد شهادة وتتعين في الأزهر تصلح العقيدة فأفسدوا الأزهر شفت بقى يسيري شغل اليهود شغل يهود فحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله نحن بالله عزنا والحبيب المقربي بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصبي ومن أراد ذلنا من قريب واجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي وربنا بيقولي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤنون وهو لما يسمح حسبنا الله والنبي يقولك شرك يبقى بيخلفوا الكرآن ولا بيخلفوش فلا يكفيهم الله إلا إذا كانوا خلفك ناصرين لك فينالوا من إرثك مش دا كل دا في الكرآن هما يخلفوا كل صريحة الكرآن ويدعوا إنهم أهل سنة وجماعة وأهل حديث ويطلع لك نص سلسانه ومع نص سلسانه وما طالع يقولك حديث يتفتف في وشك أخزاهم الله أخزاهم الله وإيه وربنا يشفيهم من هذا قبل أن يموتوا لأنهم لو ماتوا على هذه الحالة النبي خصيم لهم فإحنا ماشيين على بينا يا ابني إحنا ماشيين مع النبي وراه كده إحنا النبي بتاعنا عايش لسه بيوجهنا النبي بتاعهم مات النبي بتاعهم أبو وامو في النار النبي بتاعنا أبو وامو في الجنة آه يبقى شفت بقى مشوهين الأمور فاخد بالك فحسبونا الله والنبي فربنا ينجينا الصحابة وهو أبير والحديث بيديك هذا الملمح يقولك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول يا علم المحد يعني ما زال يقول يعني مش قل وماتوا وخلصنا لا لا دا يقول النبي ما يموتش والرسالة ما تنتهيش رسالته اليوم والإيامة مازال هو رسول الله ومازال هو المتكلم ومازال هو القائل ومازال هو ممد الأكوان ومازال هو القاسم والله يعطي كل المعاني اللي بقول لها لك دي كلها بيمكرها هؤلاء تصور بقى ولذا حرموا لزة الفهم وانقبض قلبهم وعبس وجهه فتجد قلبه ضيق لو ما تنقشه وتلاقي وجهه عابس لي لأنهم حرموا لزة الفهم فنسأل الله السلام كل دي من كلمة يقول بس وما لما نخش بقى في الحديث نعمل ايه بقى يعني إذا يقول دي واراها كلام كتير قوي شوف لما تعرف اللغة وملمحها هتعرف حلوة الفهم تسمع القرآن لا تمله والله لا تمله ولا تتعب الصحابة ما كان النبي بيصلي ده النبي صلى بالصحابة بصورة الأعراف في المغرب كاملة أنا خففت عليكم أنا صلينا صورة الأعراف نصها في المغرب ونصها في العيشة يعني بنخفف الرسول صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله لأعراف كلها في المغرب لا يمله بيسمعوا فهمين اللغة يا بيبقى غايب عن حسه غايب عن رجله اللي وجعته وغايب عن ضهره اللي وجعه من وقفه وغايب عن انه حاكل امتى وحنفطر امتى وحيخلص امتى وورايا كل ده مش في باله في سحر القرآن ومعانيه خلاص انتهى فعلشان كده يا اهل الخير لازم يبقى عندك قسط وفهم في اللغة العربية وتزوق وربنا حسنا على تعلم اللغة العربية في اكتر من آية يقولك قرآنا عربي غير ذي عوج يعني بيقولك اتعلم العربي ما تبقاش عوج اما يقولك قرآن عربي غير ذي عوج يعني ايه يعني لا تترك العربية وإلا تعوج في الفهم فلابد يبقى ليك قسط في تعلم اللغة العربية والعلماء على مر العصور من بداية سيدنا علي هو اللي وضعت علم النحو سيدنا علي عشان يحافظ على اللغة العربية ويخليها قواعد واصول الناس تفهم ويبقى ليهم منهج في الفهم فربنا ينجينا كل ده من ايه يقول يا خبأ ربي فقيمت بقى ان كلمة واحدة لو ربنا فتح لك معناها تقعد فيها كتير فتفهم ساعتها كلام سيدنا علي لو اردتوا ان اوقر سبعين بعيرا في تفسير الفاتحة لا اوقرت شفت بقى يبقى ساعتها ما تستبعدش بقى الفتحة فيها كم كلمة وفيها كم آية وفيها ايه ده سيدنا علي بيقول لنا هاتلي سبعين بعير كده وهاتلي اوراق امليك وتحمل سبعين بعير عشان افسر لك الفتحة شفت قد ايه يبقى هم ما بيبلغوش والله ما بيبلغو ده بيقولوا بعض لو فتح لك بس في سر الحرف مش سر الكلمة سيدنا البكري سيدنا البكري كان معاصر لسيدي احمد دردير وكان مشهور الولاية زائع الولاية حتى سيدي احمد دردير خاد الطريق منه وهو اللي نشر الطريقة الخلوتية بعد كده سيدنا البكري قالوله ايه يا مولانا احنا عايزينك تيجي تفسر لنا القرآن في الازهر مجلس تختاره ايه على طريقة الاولياء مش على طريقة العلماء ما هما سلطول ازهر علماء البيضاوي ارى اكتر من مرة زمخشري ارى 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 مش عارف الرازي ارى كله فاحنا بيقول لا احنا حاجات دي كلها استوعبنا احنا عايزين بقى الاولية تقول ايه بقى في القرآن تعالوا فصل لنا بطريقة الاولياء فقال لهم خلاص وختار لهم موعد فقعد يقعد معهم ساعة يوميا ميت مجلس في باق بسم الله الرحمن الرحيم ميت مجلس ثم انقطع انقطع لايه اه لا انا مش حالة حق بقى ده ده لو دخلنا بقى بعد الباق باسم وخش في اسماء الله بقى وخش في اسماء الله وسيح فيها وكل اسم ودلالات واثاره في الاكوان ومظهره في النبي يا اه هيعيش ازاي يعني شوف باسم بس دي لوحدها وعشان كده قال لك ايه وبسر الباقي ونقطتها من بسم الله لدي الناهجي ايه لها كده في المنفرجة الغزالي اشارة لان الحرف نفسه في سر ومن وراه اصرار كثيرة فما بالك اذا تحول الحرف الى حروف فصار كلمة ثم تعددت الكلمات فصارت جملة فحتفصل الكرآن امتى لا تنتهي عجائبه لا تنتهي عجائبه في امتى يا سيدي فهنا الحديث قلنا ايه ان خلاصة الحديث ان ربنا الرسول سعى سابقا يقول لنا ان ربنا خلق الرحمة وجعلها وهو جعل الله الرحمة يعني يعني خلق الرحمة طيب ايه الفرق بين خلق واجعل الاتنين فيها معنى الخلق الخلق معنى الايجاد من عدم والجعل الايجاد من عدم مع اعطائه صلاحية ما يقومه من اجل خلق فالجعل خلق وزيادة فهمت بقى يبقى الخلق معنى الايجاد من العدم خلاص الحمد لله البارئ على صورة ليس لها مثال سابق يبقى الخالق البارئ والمصور صورة جميلة مش اي صورة تهمت ازاي؟ يبقى المصور يجمل والبارئ على غير مثال مبدع سابق والخلق يوجد من العدم طيب والجاعل جعل جعل لكم من انفسكم ازواجهم يعني جعلهم صالحين لان ينجبوا فيأتوا باولاد ويكبروا فيصيروا رجال وبذلك يزرأكم في هذهيه في الزكورة والانوسة يكثركم من خلال الزكورة والانوسة يبقى الجعل خلق وزيادة يعني خلق مع تدبير خلق فسوى قدر فهدى تخلص التلعيد دي كلها تخليها جعلة بس تختصرها في كل موحدة جعلة فيمت بقى الفرق من جعلة فالرسول صالح يبقى جعل الله الرحمة يعني خلقها ودبرها على هيئة تصلح بها الأكوان في كل زمان وفي كل مكان إلى أبد الأبدي فيمت هذه الرحمة اللي جعلها الله قسمها مئة جزء الدنيا أكثر عمر في ايه من حيث الزمن لأنها ثانية دانية دنو الأجل دنيا من الدنو قرب الأجل أو من الدناء يعني الحقارة لأنها فيها ايه الأمراض وفيها الكفر وفيها الفحشاء وفيها القتل وفيها آآ كل حاجة فيها خليط بين الشر والخير الشر فهي أدنية لا تساوي عند الله جنح بعوضة خلقها ولم يلتفت إليها فالدنيا بهذه الحالة مش محتاجة للاقيه واحد عالمية بس من الرحمة المجعولة دي على قدها لأنها أجلها أليل لكن إيه الآخرة وابد الآبيد الذي لا نهاية فيه آه ده محتاج رحمة كتير أو بقى على أبده فخلت تسع وتسعين في الآخر أو ده برده من تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فيدي لكل حاجة على قدر ما تحتاج وعشان كده الجعل فيه معنى إيه أن يخلق ويعطيه ما يصلحه شوفت بقى ده الجعل بقى الجعل يخلق ده من جعلة بس يبقى شوف يقول لها حاجة جعلة لها معاني وهكذا تبدل ماشي كلمة كلمة تلاقي أنك أنت حيران من عمق المعاني النبوية الشريفة والأنوار المتجلية عليك من الكلمات وترتبطها بعد وظهور المعاني من خلال الأرفواز النبوية والجمل النبوية الشريفة فتمتلق نور فهم لكن لو أنت ما عندكش حصيلة من اللغة العربية تسمع الحديث كده وانت قعد تأز أزدب وتروح ولا ما دخلش في مخك حاجة فتبطل بقى اتعلم العربي ارجع تاني اتعلم العربي وتزوق العربية لأن العربية اللغة العربية فيها جمال وتركك الطبع لأن اللي يعرف العربية وجمالها وإزاي ربنا سبحانه وتحنن على هذه الألفاظ العربية فخطب من خلالها باسمه الودود عباده وباسمه الهادي العباد وباسمه الكريم العباد فتجلت فيها كلها الهداية والكرم والإبداع واخد بقى الكفاية فشفت بقى اللغة العربية فيها أسرار قد إيه درجة الأتراك لما يعلمك أي لغة يتعلمها وانت قاعد كده على المكتب تقول له أنا عايزة تعلم عربي يقول لك تتعلمه وانت قاعد على الأرض وتوطي كده تكتب وأنت موطي لأنك بتتعلم لغة مقدسة مش أي لغة تقلح حزائك وتقعد على الأرض في أرض طاهرة وتجيب سوء شفت ليه فهمه فهمه اللغة العربية لغة الكرآن فلما يعلمك عايزة تعلم انجليزي يقول لك تعلم انجليزي وأنت بالجزمة والشراب وقاعد وفي الشارع يعلمك انجليزي عايز لغة عربية لا تعالى بقى دي لها ترتيب لها ترتيب بقى روح يتوضب وتطيب وتعالى في مكان طاهر مزين جميل مفروش وقعد على الأرض وهات وقل بسم الله وابتنى يشتغل شوفت بقى اللغة العربية لغة فخمة مقدسة قدسها الله لانها جعلها مهبط ايه كلامه ومظهر كلامه في الأكوان مظهر اللغة العربية فهي بغتنى باللغة العربية فاللي مش فهم ده كله يعياله الصغيرين يوديه مدارس أجنبية هو لسه ما اتقنش لغة واسكين ويبقى فرحانة وان الطفلة لسه مش عارف اللغة العربية بتاعته يقول لك ايه فور قابل وبي فور بول يقول له يا حبيبي ويضم اهو ده هبل هبل مفيش بعده هبل علمه لغته الأول وعايز تعلمه لغة تانية النبي كان يحب تعلم اللغات التانية من عرف اللغة قوي أمينهم بس يتعلمه بعد ما يستوعب لغته يعني خلي الحداشر السنة الأولى من سن الطفل أو التمن سنوات من سن الطفل لا تخاطبه إلا باللغة العربية ولا تعلمه إلا اللغة العربية لغته اللي يتعمل وجدانه فهمت ازاي؟ بعد كده بقى علمه أي لغة تانية يتعلمها بسرعة لأنه عنده حصيلة وعنده فهم وعنده دقة وعنده كمان ايه؟ مخارج حروف تصلح أنه ينطق كل هجاء في لغة غير العربية لأن اللغة العربية لها مخارج مش موجودة في إيه؟ في حروف اللي جاء في لغات التانية كلها فإذا استوعب على العربية وحاسوا أنك مخارجه يجي يتكلم انجليزي يتكلمه حلو يتكلم فرنساوي يتكلمه حلو يتكلم لاتيني يتكلم حلو إيطالي يتكلم حلو سهل وعش كده إحنا شوفنا علماء أزهر كتير تعلموا في الأزهر وبعدين سفروا أوروبا يقولك ده بيضكك خمس لغات وثلاث لغات فاكريين أنت دكتور زقزوق كان وزير الأوقاف كان يتكلم الألمانية كما يتكلم العربية وتعلم الألمانية لأنه عمل الدكتوراه بتاعته في ألمانيا فهمت إزاي؟ يعني تعلمها على كبر بس تعلمها واستوعبها ليه؟ لأنه مخه ترتب مخه ترتب يستوعبها في ست شهور والشيخ أحمد الطيب الفرنسية يتكلم زي الفرنسوين وتعلمها قامت وهو بيعمل الدكتوراه وشيخ رفاعته طاوي اللي هو مألف كتاب تلخيص باريس الإبريس في تلخيص باريس كان يجيد الفرنسية كالفرنسوين بالضبط بالرغم إن اتعلمها برضو بعد ما إيه كبر يبقى أنت لو كبرت في اللغة العربية يوسر عليك كل اللغات فده مفتاح الفهم فقامت بقى؟ أنا مش عارف ليه؟ ضيعت وقتي معك نهدت ماشر لعشرة أمود حي تشووا الحاجة يقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى نزل جزء واحد من الرحمة يعني معناه إن إحنا مش هنعرف من النبي إلا واحد في المية مهما اتكلمنا ربنا ما ظهرناش من حقيقة النبي إلا واحد في المية من حقيقته وبعدين بعد كده عايز تعرف النبي على حياته في الجنة بقى يوم البعث والنشور يوم القيامة حيث يقول أنا سيد ولدنا ولا فخر وبعدين يحكي يوم القيامة والناس تروح لأبونا آدم يقول لست لها وسيدنا إيه؟ نوح لست لها وكل الأكابر يقولوا لست لها وهو الوحيد اللي يقول أنا لها أنا لها أنا خطيبهم إذا سكتوا وأنا شفيعهم إذا يائسوا ما فيش إلا هو صلى الله عليه وسلم فهمت بقى؟ فكفية عليكم النهار ده كده ونقرأ كلام سيدنا أبي جامرة بكرة سيدنا أبي جامرة ما قالش الكلام ده أنا قلت لكم جده يعني شوية إيه؟ حواشي يسرية على كتاب بهجة النفوس بكرة نقرأ كلام سيدنا أبي جامرة شكرا